حبايبي هذا الفيديو هو عبارة عن حل ورقة عمل ورقة عمل رقم واحد في الحركة الدورانية احنا الآن المفروض جميعنا في منتصف الوحدة الثالثة والأغلب قاعدين بيدرسوا في الوحدة الثالثة لكن معلش نرجعنا وياكم شوي وتسفيد شوية معلومات في الوحدة الثانية هاي ورقة العمل ورقة عمل بسيطة جدا وسهلة وما فيها التعاقدات وما فيها الاشي الكثير احنا دائما منخاف على طلابنا من الأسئلة المفاهيمية أسئلة الفهم والمعرفة ما منخاف عليهم من أسئلة الحل الأسئلة الحل بالنهاية الطالب حيتدرب وحيتعب وحيشتغل قانون حافظه حيطبق عليه فلذلك احنا ما منخاف عليه لأنه في نهاية العام هيكون متقن لكل الأمور لكن دائما منخاف من الأسئلة التي تعتمد على الفهم والمعرفة شو يعني فهم معرفة؟ يعني أسئلة ابتيجينا في امتحان الوزارة أسئلة حكي بهاي السؤال طلعوا لي على ورقة عمل واحد اتعمدت أنا في الحركة الدورانية أجيب 25 سؤال 25 سؤال عبارة عن مفاهيم فقط أسئلة بسيطة جدا لكن كثير مننا بغلط في هاي المسال وكثير مننا بغلط في هاي الأسئلة فإذن هاي ورقة العمل واحد أسئلة تعتمد على الفهم والمعرفة هنبلش أنا وياكم نحكي عنها سؤال سؤال ونحل أنا وياكم ورقة العمل هاي كاملة ونحكي عن الإجابات أنا وياكم طبعا رح ينزل فيديو آخر بين رب العالمين عن ورقة عمل اتنين اللي هي أسئلة بنفس مستوى امتحان الوزارة بنفس مستوى امتحان الوزارة فنقول بسم الله أنا وياكم ونبلش أنا وياكم بالسؤال الأول سؤال أول يسمى البعد العمودي بين خط عمل القوة ومحور الدوران بإيش هذا عبارة عن تعريف وقلنا لكم ركزوا عليه كثير منيح البعد العمودي بين خط عمل القوة ومحور الدوران أطلقنا عليه اسم ذراع القوة ذراع القوة لما يكون إحنا فيه عندنا جسم قابل للدوران مثلا لو قلنا منظر علوي لباب هاي منظر علوي لباب وأثر على هذا الباب قوة مثلا باتجاه محدد بغد النظر عن الاتجاه أثرنا عليه بقوة بهذا الاتجاه قلنا لكم البعد العمودي بين خط عمل القوة وخط عمل القوة كامل هذا يمثل خط عمل القوة البعد العمودي بين محور الدوران وخط عمل القوة هاي هاي نفسها هاي إحنا نطلقنا عليها اسم ذراع القوة القوة اسم الذراع القوة ممكن يستفيد من هذه المعلومة في حل المسائل طيب هذا من نسبة للسؤال الأول سؤال مفاهيمي بسيط جدا سؤال رقم 2 أي الأجسام التالية يعد جسما خاضعا للإزدواج الأجسام الخاضعة للإزدواج فيه عندنا كثير في حياتنا أمثلة وفيه كثير عندنا في حياتنا أجسام خاضعة للإزدواج والإزدواج قلنا لكم هو أي جسم يتأثر بقوتين متساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه وخطاعة ما لهما غير متطابقين هو جسم يخضر للإزدواج مفتاح الشد قلنا أكيد لا مفتاح البراغي لهو أو مفك براغي نفس المعنى فالجواب باب المفك البراغي أنت عشان أنت تمسك مفك وتدور وتفك برغي فيه بدك تمسكه من الجهتين يعني بد يكون فيه تأثير عليه قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكسين في اتجاه الباب تدور مش شرط لو خشبه متزن بالتأكيد لا الزاوية التي يصنحها الخط الواصل بين الجسم ونقطة الأصل مع الخط المرجع هذا تعريف لدينا موجود في بداية الدرس الثاني هو عبارة عن تعريف فقط بسيط خط الواصل بين الجسم ونقطة الأصل مع الخط المرجع هي الموقع الزاوي تعريف الموقع الزاوي ورح تشوفه كيف رح نجيب عليه أسئلة كمان هذا التعريف لكن أسئلة مفاهيمية أسئلة تعتمد على الفهم بس هذول الأسئلة الثلاث عبارة عن معرفة يعني لحد الآن إحنا قاعدين نحكي عن مسائل أو أسئلة معرفة معرفة معلومات لازم أنت تكون ابتعرقها سؤال رقم أربع الكمية الفيزيائية التي تعد مقياسا لمقدرة القوة على إحداث دوران للجسم برضو هذا سؤال جدا بسيط اللي إحنا أطلقنا عليه اسم عزم القوة عزم القوة خمس يكون العزم المؤثر في جسم يساوي صفر عندما يكون خط عمل القوة خط عمل القوة عمودي على متجه موقع نقطة تأثير القوة بجزء هاي أول مرة أنت تسمع فيها متجه موقع نقطة تأثير القوة اللي إحنا عبرنا عنها بـ R R الكتاب اسمها متجه موقع نقطة تأثير القوة فمنندير بالنا هاي متجه R با يصنع زاوي 30 درجة مع R أكيد لا جي مارا بمحور الدوران مارا بمحور الدوران وعطيناكم ملاحظة وقلنا لكم أي قوة يمر قط عملها بمحور الدوران بيكون العزم الناتج عنها شو يساوي يساوي صفر يلا اللي بعد في أي من العبارات التالية يكون الجسم خاضعا للإزدواج خاضعا للإزدواج واضحة قوتين متساويتين بالمقدار متعاكستين في الاتجاه وخطاعم لهما غير متطابقين عادي ممكن يجيك سؤال في امتحان الوزارة بهاي الألي إذن الجواب جيم لما يتأثر بقوتين متساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه وخطاعم لهما شمالهم غير متطابقين إذن سؤال كثير بسيط كلها أسئلة بسيطة لكنها لقدام شوي هنشوف أنه وياكم أسئلة أعمق أسئلة شوي أقوى تعتمن شوي على المفاهيم سبعة يكون طول ذراع القوة أكبر ما يمكن عندما تكون القوة شوفوا مثلا هاي الفكرة هذا سؤال متى بيكون ذراع القوة أكبر ما يمكن إذا بتتذكروا في الحركة الدورانية لما إحنا قمنا بشرح الحركة الدورانية عبرنا عن قانون العزم تاو بالعلاقة فار ساين الزاوي ثوتا وكمان غير إنه بهمني إنك تعرف دراع القوة من الشكل إحنا قلنا لكم دراع القوة هي تمثل R ساين الزاوي ثوتا هاي شو تمثل دراع القوة طب بالله عليكم دراع القوة R ساين ثوتا متى تكون أكبر ما يمكن حتيجي تحكيلي عندما تكون ساين الزاوية أكبر ما يمكن لما تكون ساين الزاوية أكبر ما يمكن هذا يعني أن الزاوية ثوتا يساوي 90 طب أي زاوية اللي هي التسعين الزاوية بين القوة ومتجه موقع نقطة تأثير القوة يعني الجواب عندنا رح تكون أليم لما يكون عاموديا على متجه موقع نقطة تأثير القوة حبايب بهمني معلومة صغيرة في الأسل هاي الأسل اللي تعتمد على الفهم المعرفة بهمني وانت قاعد بتدرس مش بس والله أنا خلاص بهمني أنا أعرف الجواب لا الموضوع مش موضوع معرفة الجواب لأنه معرفة الجواب إذا انت بس تك تعرف الجواب وتك تحفظ حفظ انت ممكن تنسى بالنهاية هذا الجواب أو ممكن يغير لكلمة أو جملة أو طريقة عرض الكلام بغض النظر أنا شو بدي منك بدي منك هاي المسائل اللي بتكون أسئلة كلامية أسئلة نظرية تعتمد على الفهم والمعرفة لما تجاوب على سؤال وتعرف الإجابة بدي كمان تطلع على ما تبقى من الإجابات وتعرف ليش باقي الإجابات غلط يعني عشان انت تتمكن من الموضوع وتتأكد إنك فاهم مية بالمية وإن أمورك ممتازة وإنك انت مطلع على كل شيء في المادة مش غلط لو اطلعنا أنا وياكم على باقي الخيارات ونعرف مثلا ليش لما تصنع زاوية 30 درجة مع متجه موقع نقطة تأثيرها اللي هي R ما بتكون طول ذراع القوة أكبر ما يمكن لأنه هتكون نص هتطلع معي أنا الجواب نص فلذلك أنا بدي أعرف هذول مثلا مرات ليش غلط فإذا انت عرفت هذول ليش غلط أو انت عارف ليش غلط معاته انت فاهم مية بالمية لكن إذا ما عرفت باقي الخيارات ليش غلط بس مجرد إنه تضحك على حالك والله تقرأ السؤال وتعرف الإجابة وخلص عرفنا الجواب أنا وياكم لا حبيبي لا يروحي لا 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 هيك أنت قاعد بتحفظ في السؤال وقاعد تحفظ في إجابته السؤال مش شرط يجي زي ما هو في امتحان الوزارة مش شرط يجي كما هو ممكن نفس الفكرة يروح يغير لي إيش الكلام أو ممكن يعطيني الإجابة بطريقة عرض أخرى فلذلك دائما في الأسئلة التي تعتمد على الفهم المعرفة مش غلط حبيبي أنا وياكم نطلع على الخيارات الثانية ونعرف هاي الخيارات ليش غلط مثلا طلعوا لي على سؤال رقم ثمانية سؤال رقم ثمانية بيقول لي أي من أزواج القوة التالية تمثل ازدواجا أي من أزواج القوة التالية تمثل ازدواجا خلص ازدواج احنا فاهمين بدك تكون عارف أنه الازدواج كمان مرة قوتين متساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه خطاعم لهما غير المتطابقين حتيجي تطلع ألف حتقول لي لا القوتين شمالهم غير متساويتين إذن غلط با القوتين متساويات في المقدار ومتعاكسات في الاتجاه وخطاعم للقوتين غير متطابقين إذن الجواب مباشرة با بس ما عليش طلع غيرهم عشرة عشرة طب هاي قوتين متساويات في المقدار ومتعاكسات في الاتجاه طب ليش غلط لأنه خطاعم لهما شمالهم متطابقين طيب دال ليش غلط عشرة عشرة لأنه دول مش متعاكسين طلعوا متعاكسين لازم يكون بيناتهم زاوية مئة وثمانين درجة فلذلك دائما اطلع على القيارات الأخرى تسعة كرتين إحدى هما ثلاثة أمثال الأخرى يعني واحدة أكبر من الثاني بتلاثة ضعاف يقع موقع مركز الكتلة أخذنا أنا وياكم مركز الكتلة ولما أخذنا مركز الكتلة عرفنا أنا وياكم من مركز الكتلة يمكن تحديده للأجسام المنتظمة أو الأجسام الغير منتظمة وفي الأجسام المنتظمة كنا نحكي أنا وياكم ممكن نتعامل مع ثلاث حالات الحال الأولى إما أني أتعامل مع جسم منتظم متماثل الشكل فيقع مركز الكتلة في منتصف أو في مركز الهندس إذا كنا نتعامل أنا وياكم مع نظام هذا النظام مكون من جسمين والجسمين منتظمين ومتماثلتين فيقع موقع مركز الكتلة في منتصف المسافة بين ضرفيهما أما إذا كان النظام مكون من جسمين منتظمين لكن غير متماثلين في الكتلة يعني واحد أكبر من الثاني فدائما يكون أقرب إلى الكتلة الأكبر مركز الكتلة هي النقطة التي ترتكز عندها كل نقطة أو كل كتلة في الجسم فلذلك هيقع بينهما وأقرب لمن؟ وأقرب للكتلة الأكبر مش خارجهما بينهما وأقرب إلى الكتلة الأكبر وكنا نحكي أنا وياكم نقدر نحدده حسابيا من خلال قانون الأكس سنتر أوف ماس لكن ورقة العمل هاي فقط عبارة عن مفاهيم فقط لا غير روح سؤال عشرة أي العبارات التالية صحيحة فيما يخص مركز الكتلة؟ ألف زي هيك سؤال بدك تقرأ الخيارات كاملة عشان أنت تعرف الجاوب يكون مركز الكتلة النظام مكون من كرتين متماثلين بينهما وأقرب للكتلة الأكبر؟ لا غلط طب أستاذ ليش غلط؟ ما هي بينهما وأقرب للكتلة الأكبر أنت قبل شوي حكتلنا بينهما وأقرب للكتلة الأكبر أستاذ انتبه هون بدك تنتبه الكرتين شمالهم؟ متماثلتين متماثلتين يعني وين؟ يعني في المنتصر طلعوا شو اللي جاعة بحكي لكم يا أنه هذا ليش غلط؟ بدك تكون عارف إذا عرفت أنت ليش غلط معناته أنت فاهم معناته أنت مثبت معلوماتك معناته أمورك 100% باب يكون مركز الكتلة لنظام مكون من كرتين متماثلتين خارجهما وأقرب للكتلة الأكبر لا بيش يش اسمه خارجهما وإحنا قلنا الكرتين المتماثلتين في المنتصف جيم يكون مركز الكتلة لنظام مكون من كرتين مختلفتين بينهما وأقرب للكتلة الأصغر لا هي الكتلة إيش الجواب أقرب للكتلة الأكبر هاي برضو غلط ليش لأن الأصل تكون أقرب للكتلة الأكبر وضحناها وحكينا عنها في سؤال 9 يكون الجسم الغير منتظم في حالة اتزان سكوني عند تعليقه من مركز الكتلة والله هاي جملة موجودة في الكتاب أبداً بفقرة موجودة في مركز الكتلة فهي الجواب زي ما هي موجودة جسم الغير منتظم احنا أخذنا في الأجسام الغير منتظمة أنه إذا عند تعليقه من مركز كتلته يكون هذا الجسم في حالة اتزان هذا بالنسبة لسؤال رقم عشرة سؤال 11 عندما يتأثر جسم بقوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين اتجاها وخطاعم لهما غير متطابقين فإن الجسم يكون ركزه قوتين متساويتين مقدارا ومتعاكستين اتجاها وخطاعم لهما غير متطابقين أنت بجوز يخطر في بالك مباشرة تروح وين؟ تروح على ازدواج وفعلا هم هذول القوتين شو بشكله؟ بشكله ازدواج حلو تعال نتطلع على الخيارات فإن الجسم يكون في حالة اتزان سكوني متزن انتقالين هس بلك تخش في الحيط تقول لي شو دخل الازدواج في الاتزان طب الازدواج اشي والاتزان اشي أه السابي قلهم علاقة في بعض الجسم الخاضع للازدواج بتكون قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه هذا يعني أن محصلة القوة المؤثرة في الجسم شو يساوي؟ يساوي صفر لكن بالنسبة لمحصلة التاو محصلة التاو لا يساوي صفر فلذلك محصلة القوة لما يكون الجسم في الاتزان لما شرحنا في الاتزان لما يكون الجسم تكون محصلة القوة المؤثرة فيه يساوي صفر هذا يعني أن هذا الجسم متزن انتقاليا يعني ما بيغير مكانه من يمين إلى يسار لكن لما يكون محصلة التاو لا يساوي صفر معناة هذا الجسم غير متزن دورانيا طب أستاذ شو معنى الاتزان السكوني الاتزان السكوني يا جماعة لازم تحقق الشرطين Sigma f يساوي 0 Sigma tau يساوي 0 معناته غلط متزن انتقاليا معناته محصلة القوة يساوي صفر وغير متزن دورانيا يعني محصلة التاو لا يساوي صفر والله صح هاي الجواب ايش مباشرة القناة انا وياكم اذا الجواب با طب جيم انتقالي ومتزن دوراني اكيد لا غير متزن انتقاليا وغير متزن دورانيا برضو لا هذا بالنسبة لسؤال 11 سؤال 12 سؤال 12 بسيط يقاس عزم الازدواج بوحدة ما هو عزم الازدواج احنا بنحكي عن عزم يعني شو شو الفكرة او شو شو التغيير يعني سواء كان عزم او عزم ازدواج ما هو كله عبارة عن عزم المحصل فوحدة قياسة نيوتن في متر 13 في اي من الاشكال التالية يكون عزم القوة اكبر عزم القوة اكبر الف عمودي مباشرة هاي الف وشو مين قول للطالب غلط هيصفوا من الان يقول الساد طب احنا ناخدين انه لما يكون عمودي بيكون اكبر ما يمكن السادة لا تحفظ حفظ اطلع يا السادة على القوة هاي اوه هاي القوة تؤثر في محور الدوران ولما القوة تأثر في محور الدوران لا ينتج عنها عزما فلذلك الخيار الف خاطئ روح لي على با هتقول لي السادة الزاوية ستين لانه قانون التاو اف ار ساين ثيتا اذا اطلعت على جميع الاشكال هتلاقي القوة هي هي هتلاقي انه جيم وبا و دال تبعداني نفس البعد عن محور الدوران يعني ار هي نفسها يعني اف نفسها ار نفسها يعني الليعب يقولها وين في ساين الزاوية وهذا اللي بشكل مبدئي الطالب حيفكر فيه عشان هيك موظم الطلاب وين حيروحوا حيروحوا على ألف بس ما انتبهوا انه هاي القوة تؤثر في محور الدوران واي قوة تؤثر في محور الدوران لا ينتج عنها عزما طيب هاي اكيد لا لا تحدث عزما لانه الزاوية 180 او صفر وهنا الزاوية 30 درجة يعني نص اما هون الزاوية 60 بين R و F يعني الجواب جيم لانه ساين الستين شو يساوي جذر الثلاثة على اثنين جذر الثلاثة على اثنين طيب هاي بالنسبة لسؤال رقم 13 ربا سؤال 14 سؤال 14 كثير من الطلاب سألوني عن سؤال 14 وليس هيك سؤال 14 يا جماعة ديروا بالكوا عليه فكرة مهمة فكرة قوية يعني مش موجودة في الكتاب بصورة واضحة مش موجودة في الكتاب بصورة واضحة بيقول لي انا عندي جسم يتحرك حركة دورانية عليها النقطتان A-B في عند النقطة A هون في عند النقطة B هون اي العبارات التالية تصف النقطتان A و B ألف لهما نفس الموقع الزاوي ولهما نفس الإزاحة الزاوية الطالب اللي يحافظ في الكتاب إزاحة الزاوية نفسها لجميع أجزاء الجسم موجودة هالجملة السرعة الزاوية نفسها لجميع أجزاء الجسم موجودة هالجملة طب شو بنسبل الموقع الزاوية خلاص محهم بالمعيث نفسه لا 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 اصطب 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 تعريف الموقع الزاوي السادي شو كان؟ هو الزاوية التي يصنحها الخط الواصل بين الجسم ونقطة الأصل مع الخط المرجي يعني لازم يكون أنا عندي خط مرجي فهاي الخط المرجي وافترضنا أنه محور X طبعا أنت بإمكانك تفترض أي خط بدك إياه خط مرجي تعال عن نقطة إيه؟ الخط الواصل بين النقطة إيه؟ مع نقطة الأصل والزاوي هاي تسعين إذن الموقع الزاوي اللي إحنا رمزناه بالرمز تيتا للنقطة إيه؟ تسعين درجة وإذا بديها بالرديان فهي باي على 2 طب شو بنسبلها بي؟ بي الزاوي التي يصنحها الخط الواصل بين الجسم ونقطة الأصل مع مين؟ مع الخط المرجي فالموقع الزاوي للنقطة بي طلعت معي 180 درجة 180 درجة يعني باي إذا بدنا إياها بوحدة الرديان فإذن يختلفان في الموقع الزاوي طب بما أنهم يختلفان في الموقع الزاوي هل يختلفان في الإزاحة الزاوية؟ لا أستاذي لما شرحنا أنا وياكم هذا الموضوع قلنا لكم الإزاحة الزاوية لجميع أجزاء الجسم ثابتة السرعة الزاوية والتسارع الزاوي لجميع أجزاء الجسم شو مالها؟ ثابتة مش تراح يتغير الإزاحة الزاوية للنقطتين A و B لكن الموقع الزاوي لهذول النقطتين يختلفان طب ممكن يتساوي أستاذ الموقع الزاوي والله يا أستاذي آه ممكن يتساوي تعالوا لو أجينا أنا وياكم مثلا قلت لكم والله هاي نقطة C وهاي نقطة D أستاذي هذول لهما نفس الموقع الزاوي طب كيف يا أستاذ تعال مد لخط لنقطة الأصل أخذ للزاوي هاي 270 طب مد لخط لنقطة الأصل أخذ للزاوي هاي 270 إذن هذول النقطين سي و دي مثلا لهما نفس الموقع الزاوي لهما شو نفس الموقع الزاوي طب إحنا سؤالنا عن إيش بيحكي عن A و B النقطتان A و B يختلفان في الموقع الزاوي وبالتأكيد لهما نفس الإزاحة الزاوية فالإجابة شو عنا الإجابة رح تكون يختلفان في الموقع الزاوي ولهما شو نفس الإزاحة الزاوية ارو على سؤال 15 أنا وياكم سؤال 15 سؤال 15 يدور إطار دراجة هوائية بتسارع زاوي ثابت أي العبارات التالية صحيحة يدور إطار دراجة هوائية بتسارع زاوي ثابت تسارع زاوي ثابت تسارع زاوي ثابت لو فكرنا أنا وياكم تسارع زاوي ثابت يعني هذا معنى أنه الجسم بتسارع ولا بزداد ولا أوكي تسارع زاوية يعني الجسم سرعة تو بتزداد جميع أجزاء الإطار لها نفس الإزاحة الزاوية والسرعة الزاوية والله صح خلص ما احنا حكينا هاي ملاحظة جميع أجزاء الإطار لها نفس الإزاحة الزاوية والسرعة الزاوية طيب بقى تختلف ما هو مش غلط أنا وياكم نتطلع على باقي الخيارات ونيعرف ليش غلط تختلف السرعة الزاوية فقط لأجزاء الإطار بالانتقال من داخله وطرفه خلص السرعة الزاوية ثابت للجميع تختلف الإزاحة الزاوية والسرعة الزاوية خلص واضح الأمور جميع أجزاء الجسم الذي يتحرك حركة دورانية لها نفس الإزاحة الزاوية دائما وأبدا لها نفس السرعة الزاوية دائما وأبدا سؤال 16 طلعوا لي على سؤال 16 يتحرك جسم حركة دورانية بسرعة زاوية مقدارة 2 rat per second موجب وبالتسارع الزاوي سالب 3 rat per second سؤال جدا بسيط وسهل حيقول للسؤال الجسم يدور بعكس عقارب الساعة حلو لأنه موجب والجسم تسارعه سالب معناته يتباطئ هذا اللي احنا فاهمينه خلص اوكي سؤال بسيط جدا يتباطئ يعني سرعة تقل بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة فالإيجابة مباشرة دل لكن طلعوا لي يا جماعة على سؤال 17 سؤال 17 يتحرك جسم حركة دورانية بسرعة زاوية مقدارها سالب 2 rat per second عادي زي لي قبله مع عقارب الساعة اوكي وبتسارع زاوي مقداره 3 rat per second حتقول لي يا تسارع هنا تفتعمل السطب الإشارة الموجب للتسارع الزاوي والإشارة السالبة لا تدل على ان الجسم بتسارع أو بتباطئ يعني إذا كان إشارة التسارع الزاوي موجب هذا لا يعني ان الجسم يتسارع وإذا كانت إشارة التسارع الزاوي سالب لا يعني أنه الجسم يتباطع يعني إحنا فعليا لو نرجع للسؤال اللي قبله السؤال اللي قبله ضبطت معك وتلعت الإجابة صحيحة بس إذا بدكترو على السؤال 17 تقول لي ما عقارب الساعة ويتسارع يتسارع باتجاه حركة عقارب الساعة فهي غلط طب ليش أستاذ؟ أستاذي اللي بيحدد لاتجاه الدوران هو إشارة السرعة الزاوية أو الإزاحة الزاوية وإحنا متفقين على هذا الحكي إذا كان إشارة أوميغا موجب فالجسم يدور مع عقارب الساعة وإذا كان سالب فالجسم يدور مع عقارب الساعة هذا متفقين عليه أما بالنسبة للتسارع الزاوي لا التسارع الزاوي حكينا بالشريح أن إشارة التسارع الزاوي إذا كانت مشابهة لإشارة السرعة الزاوية فإن الجسم يتسارع وإذا كانت مخالفة فإن الجسم يتباطع وهذا الحكي وضحنا لكم ليش وكيف فلذلك هون كانت إشارة التسارع الزاوي سالب والسرعة الزاوية موجب مختلفان في الإشارة فيتباطأ فزبطت معنى سرعة تتقل لكن في السؤال الثاني يتحرك جسم حركة دورانية بسرعة زاوية سالب 2 رات بير ساكند مع عقارب الساعة بتسارع زاوي موجب موجب سالب مختلفان في الإشارة فبرضو يتباطأ برضو إيش؟ برضو يتباطأ إذا كان إشارة التسارع الزاوي مخالف لإشارة السرعة الزاوية فإن الجسم شماله يتباطأ يعني الجواب يتباطأ باتجاه حركة عقارب الساعة يعني الجواب أنه هون رح يكون جين شايفين هاي الأسئلة؟ هاي الأسئلة أسئلة تعتمد على أشو؟ على الفهم والمعرفة يعني فيه أسئلة إذا تكون عارفها معلومات عامة أنت لازم تكون عارفة هاي الأسئلة وفيه أسئلة أنت لازم تكون فاهمة فهاي الأسئلة بصراحة اللي إحنا منخاف على طلابنا إنهم ما يجاوبوها لأنهم أغلب طلابنا أغلب طلابنا بيكونوا مركزين بس على الحل إنه يحل سؤال يمسك هالسؤال والله يحطها القانون ويعوض يعني ماشي فهمنا أنك كويس رياضيات فهمنا أنك رائع فهمنا أنك مميز فهمنا أنك مجتهد وتعبت على حالك لحتى تصير قوي في رياضيات وتروح تحل سؤال لكن دير بالك على الأسئلة التي تعتمد على الفهم والمعرفة هاي الأسئلة كثير بتضيع من طلاب شاطرين علامات كثير بتضيع من طلاب شاطرين شو؟ علامات ليش؟ أنه بيكونوش مركزين على المفاهيم ركزوا يا جماعة دائما على المفاهيم أقولكم دراسة مادة الفيزية دائما أنا بحكيها للطلاب الموضوع مش موضوع حل الأسئلة الموضوع أنه أنت يجب عليك تثبيت المفاهيم أولا بعدين بتسحب حالك وتروح تحل الأسئلة ما ثبتت المفاهيم حتى أقولكم الأسئلة ممكن إحنا نغلط فيها لأنه في بعض المفاهيم إحنا مش مية بالمية مش فاهمينها مية بالمية فبتكونوا تديروا بالكوا وتنتبهوا بهذه النقطة سؤال 18 سؤال 18 وصلنا سؤال 18 ولا وصلنا بسرعة شو ضل لنا ولا مضل إشي سؤال 18 يلا عنا استوان منتظم متماثل تتحرك حركة دورانية حول محوره في أي الحالات التالية يكون عزم القصور الذاتي للإستوان أقل أي عزم القصور الذاتي مش تاو لا عزم القوة هذا شخص سؤال Philipp يتمثل محور الدوران oops يعني فعليا يمسك الإستوان الذي قطر حول هذا المحور هذا محور الدوران الشكل nhân اي هذا محور الدوران الشكل ин kin الشكل الف ثاني وهذاwer فقدر بدور هيك وهي محور الدوران اللي هو الجزء الثابت هذا كيف بدور مثلا يا هيك يا هيك واحد من الثنتين هذا نفس الإشي يا هيك يا إما هيك وهذا الثابت هون اللي في النص ثابت يعني بدور دوران كيف مثلا ما تمسك قلم وتقعد الدور اللي يا هيكة لأصابعك بهذا الشكل بهذا الشكل طيب عزم القصور الذاتي حكينا لكم ملاحظة وبتعرف أنه عزم القصور الذاتي يعتمد على كيفية توزيع الكتلة حول محور الدوران بحيث كلما زادها بعد أو كلما كان بعد كلما كان توزيع الكتلة بعيدا عن محور الدوران بيكون عزم القصور الذاتي أكبر يعني طلعوا له على الشكل جيم وباء طلعوا الكتلة لهذا الجسم جاي بعيدة عن محور الدوران في مسافة طلعوا باء نفس الإشي جاي بعيدة فعزم القصور الذاتي للشكل باء وجيم أكبر طب ألف أوكي حيكون أقل من باوجين طلعوا في يمين يسار لكن طلعوا لي على دال توزيع الكتل حوالين محور الدوران طب حوالين محور الدوران يعني آي عزم القصور الذاتي له أقل يعني الممانعة التي يبديها لتغيير الممانعة التي يبديها لتغيير حالته الحركية الدورانية هتكون أقل فلذلك تدوير الشكل دال حيكون أسهل مع أنه نفس الجسم لكن عزم القصور الذاتي يختلف باختلاف موقع محور الدوران بحيث كلما كان توزيع الكتلة بعيدا عن محور الدوران كان عزم القصور الذاتي له أكبر ساطاش ساطاش سؤال معرفة يقاس عزم القصور الذاتي بوحدة كيلوغرام في متر مربع ما فيه إش السؤال روح على سؤال عشرين برضو معرفة المعدل الزمني للتغيير في الزخم الزاولي أستاذي لو نسيت يعني زي هاي أفكار لو نسيتها ما عندنا مشكلة بدي المعدل الزمني للتغيير في الزخم الزاولي طب ما هو معدل زمني إحنا فهمناك وشو معنى معدل زمني يعني إشي على دلتا تي طب مين هذا الإشي؟ للتغيير في الزخم الزاوي يعني دلتا إل طب وين القانون فيه دلتا إل على دلتا تي اللي هو عبارة عن تاو طب شو تاو؟ العزم المحصر هاي جي 21 عندما يكون العزم المحصر المؤثر في نظام يساوي صفر مع بقاء محور الدوراني ثابتا دون تغيير العزم المحصر شو يساوي؟ يساوي صفر يعني محصرة التاو يساوي زيره هل هذا يعني أن الطاقة الحركية الدورانية للنظام يبقى ثابتا با الزخم الزاوي للنظام يبقى ثابتا جيم السرعة الزاوية للنظام يبقى ثابتا دال عزم القصور الذاتي للنظام يبقى ثابتا يعني هون شوي سؤال قوي بصراحة 21 انتبهوا لي عليهم العزم المحصل المؤثر في نظام يساوي صفر يعني تاو يساوي زيره مع بقاء محور الدوران ثابتا دون تغيير أستاذي أنت بتقول لي طب أستاذ فيش اشي تغير ما فيه اشي تغير فالطاقة الحركة يعني كله يبقى ثابت يعني فيش اشي رح تغير يعني هون هيك للنظرة الأولى لكن يا جماعة مش شرط الطاقة الحركية تظلها ثابتة مش شرط السرعة الزاوية تظلها ثابتة ولا شرط عزم قصور الذاتي تظل ثابت والجواب مباشرة هتقول لي ليش هادو عقول لك ليش أنا شو حكيت لك في السؤال قلت لك عندما يكون العزم المحصل المؤثر في نظام يساوي صفر يعني سيجما تاو يساوي زيرو هسا ما ذكرت لك أي شي ثاني ما ذكرت لك أي شي ثاني هسا شو صار ممكن يصير إشي هسا هاي إذا ما تغير ولا إشي فالطاقة الحركية الدورانية للنظام يبقى ثابتة لكن ليس بالضرورة أنه يظل ثابت في حالة إنه إذا تم إعادة توزيع الكتلة صح أنا ما ذكرت لك إياه في السؤال لكن يعني إحنا بنحكي عن الإشي الثابت دائما فإن الزخم الزاوي الطاقة الحركية دائما للنظام يبقى ثابتا السرعة الزاوية للنظام يبقى ثابتا يعني هون شوي بدها شوي تفكير السؤال هذا هون كمان مرة أنا ما ذكرت لك شو صار بس أنا شو قلت لك العزم المحصر يساوي صفر هل الطاقة الحركية الدورانية للنظام يبقى ثابتا والله إذا ما صار ولا إشي آه رح يظل ثابت لكن ليس بالضرورة ممكن صار أنا عندي إعادة لتوزيع الكتلة فإذا صار إعادة لتوزيع الكتلة هنا الزخم الزاوي يبقى ثابتا الزخم الزاوي يكون محفوظ هنا رحنا وإياكم وين على حفظ الزخم الزاوي طيب عزم القصور الذاتي يتغير بناءا عليه السرعة الزاوية تتغير وبناءا عليه الطاقة الحركية الدورانية رح تتغير فلذلك هون إحنا بنحكي عن حفظ الزخم الزاوي الزخم الزاوي لهذا النظام يبقى إيش يبقى ثابتا فسؤال نوعا ما كان أقوى سؤال عندنا في ورقة العمل هاي سؤال 22 يدور متزلج حول محور عمودي عليه ومرة بمركز كتلة في نظام معزول فاتحا براعي إذا ضم المتزلج يديه نحو جسده إذا ضم هذا المتزلج يديه نحو جسده فإن اللي من يعرفه أنا وإياكم إن عزم القصور الذاتي يقل لأنه تم إعادة توزيع الكتلة بحيث أصبح قريبا من محور الدوران فلذلك آي يقل وإذا آي قلت فأوميجا تزداد بحيث إل تبقى ثابت هذا في قانون حفظ الزخم الزاوي تعالوا نشوف الخيارات ألف السرعة الزاوية للمتزلج يزداد وعزم القصور الذاتي يزداد لا السرعة الزاوية للمتزلج يزداد وعزم القصور الذاتي يقل إذن الجواب ب يلا 23 عندنا كرة مصمطة وكرة مجوفة سؤال زي موجود في الكتاب تماما متماثلين في الكتلة والأبعاد وتدوران بنفس مقدار السرعة الزاوية أي الكرتين يكون لها طاقة حركية دورانية أكبر هاي طمعا جوابها في الكتاب واضح الكرة المجوفة ليش؟ لأنه توزيع الكتلة بعيدا عن محور الدوران فعزم القصور الذاتي رح يكون إلو إيش؟ فاي هتكون إلو أكبر فبناء على الكائنة الإنيرجي روتيشنال اللي هو قانون نصف آي وميجا تربيع هتكون بالتأكيد أكبر سؤال 24 سؤال 24 و 25 هما لنفس السؤال لنفس السؤال بس بصراحة سؤال 25 يعني كان ناقص إشي عشان يكون دقيق السؤال 100% سؤال هنا بصراحة ليس دقيقا يعني إحنا ونبلغفلكم بس شغله على سؤالنا شكل يوضح استواني مسمطة تدور حول المحور أو في حالتين تحت تأثير قوة بحيث يكون العزم الناتج عن تأثير القوة متساوية لا والله ما في شيء بحيث يكون إيش؟ العزم الناتج عن تأثير القوة متساوية العزم الناتج متساوية يعني تاو المؤثرة في الحالي ألف نفس تاو المؤثرة في الحالي باب بغد النظر كيف الطريقة خلاص أوكي أي العبارات التالية صحيحة لعزمي القصور الذاتي للإستوانتين؟ هذا سؤال مكرر على الفوق عزم القصور الذاتي في الحالي ألف حتكون أقل من الحالي باب ليش؟ توزيع الكتلة جاي قريبا من محور الدوران فلذلك عزم القصور في الحالي ألف أقل من عزم القصور الذاتي في الحالي باب روح سؤال 25 سؤال 25 أي العلاقات الآتية صحيحة حول مقداري التسارع الزاوي بدنا التسارع الزاوي هسا في السؤال إحنا شو قلنا لكم؟ تاو الأولى طبعا تساوي تاو الثانية كويس طب مش القانون التاو هو عبارة عن آي في ألفة؟ صح ويساوي آي في ألفة؟ ألف ألف با با طب عزم القصور الذاتي لألف أجل من با فتسارع الزاوي لبا حيكون أكبر من التسارع الزاوي لألف عشان يطلعوا إيه شمالهم؟ متساويات فالتسارع الزاوي ألف أقل من با كمان مرة فالتسارع الزاوي لبا حيكون أقل من ألف حيكون أقل من ألف فالتسارع الزاوي في الحالي ألف أكبر من التسارع الزاوي في الحالي باه فالمجواب ألف كمان مرة таو 1 لازم يساوي لي تاوب 2 العزم تبع ألف وقل لي في السؤال أنه يساوي العزم تبع باه طيب شو بنسب pear عزم القصور؟ عرفنا أنه عزم القصور لألف في ألفا ألف يساوي عزم القصور لباه في ألفا باه وعرفنا أنا وإياكم أنه عزم القصور للحال ألف أقل من عزم القصور في الحال باب مدام عزم القصور أقل معناته ألفة لإلها شو راح تكون؟ راح تكون أكبر معناته ألفة لإلها راح تكون أكبر حبايب القلب هيك أنا وإياكم انتهينا من جميع مسائل أسئلة الفهم والمعرفة انتهينا أنا وإياكم من جميع مسائلنا مسائل أسئلة الفهم والمعرفة طبعا أي طالب بده ورقة العمل بإمكانك تبعث لي على الواتساب 079-036785 هذا لي أي طالب بده ورقة العمل PDF ركزوا لي على أسئلة الفهم والمعرفة نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة